قلبي دا لما دا تليفوني وصوتك طمرني انت مين ايوة مين صوتك مش غريبة عني قلبي دا لما دا تليفوني وصوتك طمرني وقالو قالو رتبي وقال لي اللي انه اشتاتي لي صار لي جمعة عم صلي تسلسني وتسال عن انت مين ايوة مين صوتك نوتسال عن الومين معكم نبيح دارة من سدني استراليا اتصل عبر الهاتف مع الاعلامي الدكتور العراقي على العوادي الذي يعيش في سدني مدير الازاعة العربية توسوزن اف ام في سدني استراليا مساء الخير دكتور مساء الخير بس انا فيها كيف احوالك اهلا وسهلا فيك الي الشرف اني عم بتواصل معك الاعلامي الكبير المميز في سدني استراليا بدنا نخوض الحديث حول الازاعة حدثنا عن عملك في الازاعة العربية توسوزن اف ام تفضل طبعا سدنا بيها بالبداية طبعا اشكرك على هالفصل الجميلة وانت بطاقة ومن علامة جارية حقيقة بالنشاطات وهذا يحسب لك كفكرة يعني عن الاذاعة العربية توسوزن اف ام الحقيقة هي اذاعة توسوزن اف ام تضمن واحد وارمعين لغة من ضمنها اللغة العربية وانا مدير الاذاعة العربية وانا مدير البرامج في 2000 اف ام وطبعا هذه الاذاعة اعتقد بل اكد انه هي اقدم اذاعة في ني سات ويلس قبل الاذاعات العربية الاخرى وكلمت عليها كثير من الاعلاميات اللي الان اللهم يعني مرموقة في الاعلام العربي في استراليا نعم هو الثالي الاذاعة من حوالي اكثر من 27 او 28 سنة وطبعا مروا عليها علامين اكثر يعني من دقائنا وزملائنا وانا سالي حوالي 16 سنة في البرامج اخذت البرامج العربية بعد ما الله يرحمه كان قابلين باستاذ نبيل طموس ايه الله يرحمه ايه الله يرحمه اكن انتمعوا في اليوم جمعة كان عندي برنامج اسمه عالم الفلك والروحانيات اتكلم عن الزودياك الابراج والقضايا الروحانية والنفسية بعدها اه لما اوكل البرامج الي اه استمرت انا الاثنين ومصار حوالي سنة وشوي صارنا 5 ديت مون ديت طبعا يا ألف مبروك والحمد لله يعني طبعا معي نعم شكرا فمعي ايضا زميرتي سالة حوالي 8 سنين معي جمانة نجلة تحيه والان اضافته تتكادر زوجتنا للعوالي من حوالي حوالي 6 سنة مبروك مبروك الحقيقي الله يمارك بي شكنا بيه الاذاعة تم عن الهسد جيد يعني والحمد لله رغم ما انه دا قارن بالاذاعة الاخرى العربية اقصد حسن ادهم كانيات والتمويل والى اخرى انا لا انا امول البرامج من عندي وانا اللي اه اعد وانا اللي يعني اطبع مخرجي اذا اختراك هكذا كل الامور طبعا بتعرف كل الامور ايه اتقنية ايه انا اكون انا وزميلتي جمانة انا اتبعها في المكسر كما تعرفين ويعني الحمد لله الان وضفنا لها خدمة الفيسبوك لايف اللي ما شوفنا باللعار او ظروفها ما تسمعها او مكان وكان يرجع على الفيسبوك يكون موجود البرامج وعم نلاقي فيدباك جدا يعني حلو كثير من اوبرسيز ومن داخل استراليا نحمد الله انه الاذاعة اخذت مكانتها او الاذاعة العربية حصرة طبعا في شركة استراليا ما يحضر ان يوسمها كل سنة تقدم تقرير كل الاذاعة او الفيدباك ومستمعيها طبعا هذه موثقة عدنا عدنا ستة وثلاثين عفوا ثلاثمية وستين هلف مستمع لكل البرامج احنا الاذاعة العربية او البرامج العربية يجب المرتبة الثانية بعد الماندهين بعد الاذاعة اللي هي ونحن ان تقدموا هلاذا لكي من شركة استراليا من الصين وفي الاخوان هنا ايضا يجروها فيها فيدباك وعرفين السببينية العربية اسمع ذلك برنامجنا العربي حصر المرتب الحمد لله بنشاطاتكم ومجهوداتكم خبرني ما هي النشاطات التي يقدمها الدكتور علي العوادي نعرف أنك تشترك بنشاطات ثقافية اجتماعية دائما موجود بتقدم جوائز وهدايا وشهادات تقدير تدلك داعم لها النشاطات الثقافية والاجتماعية خبرنا شوي عنا تفضل والله من البداية فعلا من البداية يعني نواكب كل نشاطات اللي يدعون إلها الأخوان من توقيع كتاب أو أي فعالية نغطيها أعلاميا نغطيها صوت والصورة أحيانا نعملها مع الفيسبوك وعلاقاتنا طائمة مع كل الجمعيات والمنسسات وأيضا بالفترة الأخيرة لذاعة كان رمضة كثير من الطائمات العربية يعني لاحظ لها حوالي عشرين أو أكثر من عشرين شخصية وطبعا في شخصية أخرى اتباعا حتى ما حديثات علينا بسرنا عمل يعني ستيك باي ستيك كل عشرين بعد عشرين يعني نغطي نحاول كل القامات من فنانين من أدباع من شعراء ونحمد الله يعني نتواجدين في كل مكان اللي احنا ندعو إله وليسمحوا ونحنا نغطي وعلاقتنا دايما مع الجميع حمد الله يعني عندنا عدة تخطية لكل النشاطات العربية اللي موجودة على الساحل دكتور علاء كان عندكم محطة تلفزيون محطة تصوروا فيديو نعم خبرني شوي عنا خبرني شوي عنا تلفزيون سواقي طبعا سواقي أيضا مؤسسان رئيسها من 2013 وعندنا كادر في بغداد أيضا تنين الفعاليات ونزهها عنا على اليوتيوب تابع سواقي جروب أيضا يعني مرادفة لـ 2000 نفهم أنه لنشاطها المحلية وأيضا النشاطات اللي في العراق وبعض الشخصيات طبعا غطينا لقاءات حصرية معهم وفنانيين وفنانات أعلاميين مديعين ومديعات بدون ذكر الأسماء كثير منهم غطينا يعني لقاءات معهم فسواقي جروب هي كفنات تلفزيونية صواقي تيفي داخل العراق وأيضا هنا والصوت نحاول انبت مقاطع منها ضمن الإضاعة والآخر ينزل على اليوتيوب طب دكتور علاء خبرني متى كانت الغربة إلى أستريا ولماذا؟ الحقيقة يعني الغربة أو السنة 2000 وصلت على أستراليا أنا وعائلتي مع مكتبت بالدر يعني أنه العيشة في بلد نتور قبل أن تكون الاحتلال والدخول للأمريكان إلى العراق وإحتلال العراق أنا استشفيت حكم يعني دراستي وعلاقتي عندي البارات سيكولوجية وغوحانية فعلا تقريب بالله يعني كانت يعني أقوم بجلسة بتنوي مغناطيسين في انصحوني أنه تطلع من العراق وكننا هذا حق قبل الألفين بسنتين ثلاثة كان عندي بيتين وعندهم سيارة كذا بعتم صفيتهم وكان الوضع عامل يعني كان العراق صح علي حصة أيام ستكامس يوم السنوات الأخيرة لكن أنا كان وضعي جيد لكن المؤشرات واستقراري للمستقبل خلاني أنه أشد العزل ستبشر بالخير وأصف في أمور نعم إلى أستراليا نعم طب دكتور علاء العوادي الشخصيات اللي بتستقبلها بالإزاعة بتم اختيارها قبل أو لأنهم قاموا بعمل نشاط اجتماعي ثقافي حدث أو شي سياسي بتم اختيارهم أو لأنك أنت بتحب تستضيف أي حدا من الشخصيات من الأصل العربي والله نشوفي ست هنا بيها نحن إداعتنا ويعني كل صراحة ننقل طلبها وعلى كل القامات العربية إن كان فنان رسام أو شاعر أو ممثل أو مطرد فيعني تقريبا تقريبا يعني إذا ما أقول 100% من الساحة من قامات عربية وعراقية فنانين وذباء شخصيات نستقبلهم ونلتظوا عليهم قياسا للإداعات الأخرى ما ندر أنه يعملوا لقاءات لشخصيات داخل البلد أنا أسمع دائما عرض البلد نعم بس نحن حريصين أنه نلقف على كل القامات الموجودة في أستراليا نعم مثل أنا ما هدف البرنامج لما بدأت مرحبا عم تحكي مرحبا 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 مثل أنا ما هدفي لما بلعشت البرنامج وتصوير عن سيدني لغطي الأشياء عن أبناء الجالية الأثنية كأجماع وهلا عم يتم ألومين الاتصال مع البلاد للأخرى لأنه بسبب كورونا والناس الموجودين هون ما بقدر نجتمع فيهم من أجل ذلك عم يتم الاتصال عبر الهاتب طب دكتور علاء كيف هي تم الاتصال بالإزاعات 2000FM شو رقم التليفون شو نعم أنا عادة يعني هو فيه تليفون أو رقم أرمي للستوديو بس أنا أفضل موبايل مباشرة عن طريق 0400 049 00 وأحب من خلال المكسر ويجب على الهواء فأنا أستعمل موبايل خاص للاتصالات والحمد لله يعني الناس الخيرين والطيبين فيه تفاعل بس هنا عادة أنه ما ندفل لا بالدين ولا بالسياسة طبعا أنه قد على كل العربي احترام للكل طب دكتور علاء عالم فلك ودرسة زوديا وهيكي شو رأيك بالسن الجديدة في في إيجابيات هالسن الجديدة والله النصف الأول يعني الكل عام يقول هاي بالمتفاعل بس للأسف يعني في في امتداد للألفين وعشرين من ناحية الأمراض من ناحية الكوائد الله يبعد عننا بس نسأل الله من شهر التوطالة هتخفها لأزمة والغم من ناحية ناحية من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله دكتور علاء بدي اطلب منك طلب بما انك بتعرف بالفلك والزودياك شو رأيك نعمل حلقة شهرية عن برج معين مثلا هلأ أشباط جاية أنا برج برج الدلو تحكي لنا بالشهر برج الدلو كيف تأثيرات القواكب عليه بعدين شهر آدار للحوت شو رأيك نعمل كل شهر حلقة عن الشهر كل أنا أنا أشكرك جدا لأنك أنا لما كنت عم بدرس إعلام وقبل ما أبدأ البرنامج اللي عملت وشوف نحن وين أنت شجعتني وخليتني روح ع الستوديو معك وخليتني أنه حول أتصل بفنانين وحضر ودخل ع الستوديو لأشوف الجو كيف يعني هذا كان تمرين لألي كمان لأنه طبعا الدراسة غير النظرية غير العملي عرفت كيف يعني شفت الستوديو شفت أنت كيف تتعامل مع الشخصيات التي بتستقبلها كيف بتستعمل التقنيات يعني هذا ساعدني عن جد ألف شكر لعلك دكتور علي أكيد أنت إنسانة موهوبة وهذا الدليل أنت مجتهدة ومجودك في ذات حتى أشوفك في كل المناسبات وهذا يحسب إليك وأنت إنسانة عراقية وحطوبة ومحطوبة من كل الحمد لله هذا أهم الشي أهم الشي يا دكتور علي إن شاء الله إن شاء الله تحب تقول كلمة أخيرة توجهها للوطن أجمع للناس اللي حيسمعوك سواء في لبنان أو مصر أو العراق أو الناس اللي عم يتابعوننا وتابعوا البرنامج تفضل وقعي أتمنى إن شاء الله نكون نحن 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 يعني 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 بس بشكل عام خلي الناس ربعض لا نصح ببعض ولا نحاول إن الإنسان الناجح لازم ندعمه مو يعني نعمل العقل طبعا للأسف تدنيق شوية تأثر إن المسلتها بالجالية يعني البعض مش الكل البعض مش الكل ما يحب الخير الزيت الخاصة ذاكا الناجح ومعقوب ملاكس يعني نحن نشوف الجاليات الأخرى الشاينة غير مو بتعموا بعض فرش وخام يرتبوا لعمال يسدلوا إياهم ويرتبوا لعمال يطلع يشتري لبيت وهكذا نتمنى نحن كعراب لأنه الحمد لله يعني هدفنا واحد ولغتنا وحدة يعني والله ما عطا طب برايك يا دكتور علاء لا برايك هيك نحن صور تفكيرهم تفكيرهم ما باكلهم طبعا تفكيرهم إجرومي تفكيرهم حسد تفكيرهم غيري مع أنه من زمان كان الشخص إذا اكتشف موهبة عند الآخر يحاول بكل إمكانياته يدعمه بدون ما هو يظهر عرفت بإمكانياته يدعم الشخص الموهوب بهالأيام لا نحن صرنا هاك لا صار في حسد في غيرة يطلع حدا اسمه بدون ينزلو له من معنوياته يحبطوه يخلقو له أشياء أنه كذا مشان يأثر على ما يقدر ينتج لا أولاد يعني هو شوف إذا نرجع من باب نفسي نتيجة رازات الخروض عرضه ببلادك وبسوريا كذا وخاصة العراق أيضا مروا بحروب كثيرة فلذلك خلقة النفسية غير سولية أمراض نفسية الأنانية الأنا نرجسية نرجسية يمشي ملكا نتمنى أن نكون قلب واحد ونحب بعض ونساعد بعض نحن كل نبدأ نتمنى بطبعا أخذوه كضابط في الجيش يعني أنه عم يدرس هندسة يعني يوقف هلا السنة وأخدوه وهلا عم بدون يمرنوه ويشغلوه يعني شغل كضابط في الجيش يعني أستراليا عم تسنح لأولادنا اللي عم يتعلموا وزول كفاءات العالية إنو تتبنيهن بدل ما تتركن عرفت شو قصدي؟ الحمد لله الحمد لله الضمان الاجتماعي طبعا الحمد لله الحمد لله ألف شكر دكتور علاء لوقتك شررت جدا بالاتصال بك وعلى موعد بدنا نعمل شهريا عن كل برج إن شاء الله ألف شكر ألف شكر تسلم لي ألف شكر ألف شكرا ألف شكرا ألف شكرا ألف شكرا ألف شكرا على العوادي ألف شكرا شكرا ألف شكرا